جمهور نادي الأهلي على تمرينة الأهلي النهاردة زميلنا كريم أحمد موجود في أهلي الجزيرة ويمكن تابع التدريب النهاردة من بدايته خلينا نتعرف منه على أخبار التدريب والسعداد الأهلي لسه ناف بقى مشواره في بطولة الدوري بداية من مواجهة حرس الحدود يوم الخميس اللي جاي يا كريم مساء الخير ومبروك ما تقابلناش من ساعة ما تكلمنا آخر مرة كنت في كازا النهاردة بنتكلم وانت في القاهرة بس معنا جبتوا معاكم وانتوا جايين بطولة أفريقيا أهلا بيك شعب المصري كله وليس جمهور نادي الأهلي سعيد وأيضا كمان كافة الجهاز الفني الحقيقة وتحديدا مستر كولر يمكن كان في بعض الانتقادات ليه خلال الفترة اللي فاتت لكن الحقيقة منظومة متكاملة جيل عظيم جدا هذا الجيل متميز جدا حقى أرقام كبيرة بطولات كثيرة جدا ولسه كمان جمهور نادي الأهلي طمعه احنا طمعين عايزين الاثناشر والتلاتاشر يا رب ان شاء الله بإذن الله يكون كالعادة النادي الأهلي في انتصارات وفيه انجازات لأن قيمة النادي الأهلي كبيرة جدا زميلة أحمد لكن انت عارف طبعا كابتن ماير زميلة أحمد مجرد المباراة بتنتهي والبطولة بتنتهي بكل ما فيها بيغلق الملف تماما من أفراح ومن انتصارات ومن أخطاء وبيركز طبعا النادي الأهلي في القادم لأن القادم مهم جدا بالنسبة لنا وهي بطولة الدور العام طولة الدورة العام إن شاء الله بإذن الله احنا شايفينا في مقر النادي القلب الجزيرة إن شاء الله بإذن الله عشان كده محتاجين كل الجهد من لعبتنا في خمس مباريات القادمين إن شاء الله بإذن الله احنا عندنا مباريات مؤجلة تصل لسبع مباريات لكن إن شاء الله بإذن الله خطوة خطوة عندنا مباراة مهمة جدا يوم الخميس مباراة الحرس مباراة مؤجلة ومباراة المؤجلة الحقيقة بكلها أهمية كبيرة جدا عند الجهاز الفني عشان كما ان شاء الله بإذن الله بنتمنى التدريبات تكون فاضل زميلي أحمد دي أول مباراة رسمية للأهلي بعد نهاء دوري الأبطال ولكن طبعا في جزء أو مجموعة كبيرة استمرت في المغرب عشان تنضم البعثة المنتخب الوطني منهم للعب مباراة غينية الرسمية منهم اللي رجع إلى القاهرة ولعب مباراة جنوب السودان طبعا أنا عارف أننا جاءنا للتدريبات بداية من إمبارح كريم بس أعايز أعرف هل اللعيبة الدولية اللي استثناهم أو لاستبعادهم مستروي فيتوريا من مباراة جنوب السودان شاركو عارف أنه بقية المجموعة الدولية بداية من بكرة إن شاء الله هتدخل تطمننا كده على شكل الأهلي والساعداته لمباراة حرص يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله يعني بالتأكيد نقدر نقول النهاردة السلاسي اللي يمكن هياخد جرعة تدريبية كاملة هما الشناوي وحمدي فاتحي ومنعم دولة يمكن اللي متوجدين في تدريب اليوم وأيضا كمان يمكن الجهاز الفني والجهاز الطبي بكل طبعا اللعيبة المتبقية سواء مروان عطي ياسر إبراهيم أحمد عبدالآدر كهرباء الشحات هاني كل اللعيبة دي ممكن نهاردة كانت راحة من التدريبات على أن تكون بمشيئة الله متواجدة في تدريب النادي الآلي غدا وأيضا كمان يصل السلاسي الضاوي وديانج وكريستو إن شاء الله كريستو وديانجو واتاو غدا بمشيئة الله يكونوا متواجدين في التدريب عشان كده نقدر نقول النهاردة سلاسي بس اللي متواجدين في التدريب الكامل لكن إن شاء الله جدا تكون القايمة مكتملة لكن من الواضح إن مستر كولر هيدي فرصة للجميع الحقيقة ويمكن الراجل أكد على هذا الأمر الاجتهاد في التدريبات أمر مهم جدا لابد يكون فيه روتيشا مهم جدا لأن اللوت كان كبير جدا والحمل التدريبي كان كبير وحمل المبارات والضغط العصبي كان كبير جدا سواء لعيبتنا لعيب النادي الآلي وأيضا كمان اللعيبة اللي ملحقتش من كذا إلى كذا مرة تانية إلى المنتخب إلى مباريات إلى هنا فيمكن مجهود كبير جدا بنعمل بمشيئة الله المجموعة يكون جاهزة بشكل كبير اللعيبة اللي ما بتشاركش يكون مدية بصمة كبيرة جدا إن تستحق إن هي تاخد فرصة في المبارات القادمة مباريات حسم بمشيئة الله لكن بأكد لك النهار دا روح المعناية مرتفعة جدا لعيبتنا واضح الرغبة في عيونهم إن شاء الله بإذن الله يكون انطلاقة أكثر من رائعة في بطولة الدور العام كابتن مار عارف هذا الأمر وأنت كمان زي ملاي أحمد بعد البطولات وبعد المبارات الكبيرة بيكون في قلق شوية وحرص شوية من المباريات بتالي طبعا البطولات الكبيرة لكن إن شاء الله بإذن الله بالوعي والخطة المميزة جدا والأداء الفني الحقيقة المميز جدا من الجهاز الفني وتحديدا ميسر كولر بمشيئة الله إن شاء الله مبارات الحرس تكون انطلاقة قوية جدا لفريق النادي الآلي النادي الآلي مستمر في تدريبات وأيضا كمان غدا في تمام أسا ديسة ومنها إن شاء الله حتى موعد المباراة يا رب كل التوفيق للنادي الآلي هنتابع معك يوم بيوم طبعا ونحاول ننقل صورة استعادات الفريق من ملعب مختار التتش يوميا بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم أحمد هي بقت قاعدة كريم انت عارف يعني بعد ما ناخد بطولة أفريقيا بنيجي هنا لازم يبقى في كده كالتشر شوك